وفي ملف ضيسيلة أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودتها نحو 800 نازح من مخيمات محافظة السليمانية إلى مناطقهم الأصلية في محافظتي صلاح الدين ونينوى بيان الوزارة ذكر أن النازحين عادوا من مخيم أشتي إلى مناطق سكنهم في ناحية يثرب بصلاح الدين وقضاء سنجر بنينوى وأضاف أن العائدين من النازحين استلموا سكوك المنحة المالية البالغة 4 ملايين دينار إلى جانب السلع المعمرة مضيفا أن أعداد أخرى من الأسر ستغادر المخيم بعد انتهاء أبنائهم من أداء الامتحانات الوزارية لتكون محافظة السليمانية خالية من المخيمات